افتتح محافظ محافظة حضر موت مبخوت مبارك بن ماضي عددا من المشاريع وتفقد مشاريع أخرى خلال زيارته التفقدية لمديرية غيل بوزير ودشن المحافظ زيارته للمديرية معه وكيل المحافظة المساعد فهم عوض بضاوي ومدير عام المديرية سالم عبدالله العطيشي ونائم مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضر موت تعالوي أحمد دشنها بافتتاح مدرسة البنات بمنطقة الريان الممولة من السلطة المحلية بالمحافظة كما تفقد سير أعمال البناء والإنشاف في قرية ابتسام السكنية بمدرية غيل بوزير والمكونة من 32 وحدة سكنية ومصلى بالإضافة إلى وحدة تعليمية على نفقة المتبرع عبدالله الدبوس وإشراف جمعية النجا الخيرية بدولة الكويت وتنفيذ مؤسسة أياد الخير للتنمية بحضر المدير التنفيذي لمؤسسة أياد الخير المهندس فؤاد بن خوار وفي زيارته لمديرية غيل بوزير تفقد محافظ المحافظة المستشفى العام بالمديرية وأطاف بمختلف أقسامه مطلعا على سير العمل وجهود تحسين أوضاعه والمشاريع التطويرية فيه إلى ذلك دشنا محافظ حضر موت مشروع تطوير وتأهيل شبكة مياه الشرب لمنطقة معيان الشيخ ومشروع ربط ثمن أبار مياه للشرب منظومة طاقة شمسية لحقل العظيمة الذي يغذي عددا من مناطق المديرية بمياه الشرب ترجمة نانسي قنقر